النهاردة جايبالكو فيديو هدوء الثلوج تتساقط في الخارج وفكرت اني اشارك معاكم فيديو للهدوء ازاي تبقى ريلاكس ازاي تهدي اعصابك هشارك معاكم في الفيديو ميديتيشن او تأمل النقطة البوينت ميديتيشن او تأمل النقطة تستعمله لو انت مثلا في حاجات كتير بتتصارع في عقلك مواضيع كتير مشتتاك وعايز قدر من الهدوء والتركيز فتأمل ميديتيشن النقطة فده الي خليك تعمل الميديتيشن لكن ازاي تعمل الميديتيشن الميديتيشن بتعمل ان انت تجيب وراه قلم تحط عليها نقطة وتبص في النقطة وتركز انتباهك على النقطة لما تجيلك افكار وكل طبعا المشاريع اللي انت منشغل بيها او مشاكل او تابر لو جاتلك ترجع تجيب عقلك للنقطة تاني فطول فترة الميديتيشن ممكن تكون مثلا ثلاث دقايق خمس دقايق عشر دقايق عشرين دقايق نص ساعة يعني اي ان كان الوقت اللي انت عايزه كل ما عقلك يروح من النقطة ويروح للحاجات اللي شغلاك مهمتك انك ترجع انتباهك على النقطة تاني بعد كده هتبتدي تلاحظ ان عقلك بقى هادي وانه ما بقتش متوتر زي ما كنت وبقى تركيزك افضل لو مفيش ورع وقلم وكده فيه ناس طبعا بتحط النقطة على الشاشة بس انا مش عايزة اعمل كده عشان انا مش عايزة ان انت تبص في الشاشة سبق شاشة الكمبيوتر او شاشة الموبايل فحاجة تانية اللي انا بعملها شخصيا ان انا ببص على المكان اللي انا فيه وبشوف اي نقطة اركز عليها سواء كورنر مثلا في حيطة حرف تربيزة رقم على بوستر اي اي حاجة في المكان اللي انت فيه تقدر تركز عليها تبقى دي النقطة بتاعتك والحاجة اللي بتساعدني كمان ان انا مش بس اركز عيني على النقطة وكمان اركز ودني على حاجة مثلا انا سمع صوت السخين لما اركز النظر والسمع فده بيساعد اكتر على التركيز فده فوكس ميديتيشن او تأمل تركيز اسمه تأمل النقطة لما تكون متوتر او كده وتقدر تشغل الفيديو ده وتروح مباشرة على الوقت اللي هيبتدي فيه الميديتيشن انا خليه ثلاث دقايق وفي نهاية الثلاث دقايق هتسمع جرس تعرف انه ان انت خلصت ثلاث دقايق من التركيز او التأمل لو حد بيتساءل انا مين عشان اقولي الكلام ده فانا تريزا خليل كاتبة ومخرجة افلام تسجيلية ومهتما نعيش بشكل صحي وهادي وواعي وعشان كده على القناة هتلاقوا فيه سلسلة اسمها هدوء فيها تكنيكس تاني انا بستعملها عشان اهدي نفسي اقلل التوتر عقلي المتشتت في كل نوع الفقيرات اللي بتجيلي يركز اكتر فهذا هو الامر ودلوقتي هنبتدي ميديتيشن او تأمل النقطة شكرا 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة